السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابنائي العزاء ان شاء الله نبس مع بعض ده المحاضرة ديت بعنوان الجهاز تنسول الزكري. لما نجي نتكلم عن جهاز تنسول الزكري هنلاقي عندنا غدة رئيسية للجهاز. هي الاساس. بتبقى مسينا هنا. ودي اللي بتفرز بتطلع والهرمونات الجنسية. وبعدين افرازات هذه الغدة محتاج عشان يوصله في طريقه الى الفيميل. زي واليوريسل. وبتحتاج برضو لتوصيلها الى داخل الفيميل. لأعضاء الجماعة وممثل هنا في الفينيس. وبعدين الغدد التنسولية. آآ لازم تكون موجودة عشان توفر لنا الميديا اللي بتعيش فيها وتحفظ فيها. حتى آآ وتغزيها وتحافظ عليها لحد ما توصل آآ في الفيميل جينيتل آآ تراكت. يعني يعني هي بتحافظ على الاسبير مثل ميل آآ جينيتل تراكت. وبتحافظ معها حتى مع الحد كحاميه فيي آآ مشيش كمان جينيتل تراكتلي اللي ممكن ط آآ علشان يعني يعني بده تمثله التغذية والبي ايتش المناسبة والنوتريشين eventually. والميديا كمان عشانочно يتحرك.؟ لان الاسبيرميز هنا بتتحرك متخ place unacceptable يا يعني dizer, موفابول موفابول Warehouse شريعة. اه اخر حاجة بنلاقي اعضاء بقى لاحقة تانية خالص زي اللي هو كيس الصفن اللي هو الغلفة والغلافة اللي بتغطي اه مخدمة. هنا هنلاقي هو زي رقم واحد ايه. زي رقم واحد ايه. 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 واحد. وبعدين هنلاقي طبعا موجود عليها جزء من هنا. الابديديمس المدير هنا. هنشوفه بعد كده. واد دكتور زيفران زي القنوات ايه. واد انتوا يدخل هنا على اليوريسرا. وبعدين اكسسوري جينتر جيلاند مسلا هنشوف هنا البروستات مسلا دي زي دي كده ايه. اه هنشوف هنا هوات البارب يوريسرا العيات مسلا ممكن نلاقينا البارب يوريسرا اه. 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 ده 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 البينيس. دي ده ده الجهاز ببساطة بتكون من جيلاند. وكوندكتينج بارد. وكوبولاتري اورجان. واكسسوري جلاندز وسكروتام اند ايه. اه. اه. هنا هنتكلم عن البوزيشن بتاعة الخصية. الخصية موجودة فين. طبعا انتعرف الخصية في الامبريو بتيبقى ورا الكليا في السابلمبر ريجون جوه في ساقف البطن يعني ورا الكليا على طول. اه طبعا اه قبل الولادة بيحصل حاجة اسمها يعني النزول بتبقى جوه البطن وعنين خروجها بقى اسمه اللي هو هبوط الخصية. بتعدي من الانجواين للكنال. بتعدي من كنال اسمها الانجواين للكنال. خنال ايرابية. تمام? الانجواين للكنال. عشان تسقط وتيقعد فين في الكيس بتاعها اللي هو اسمه روسكولوتام. او تسايد البوديكار. ودي طبعا اه عشان حرارتها لازم الحرارة بتاعة الخصية بتشتغل صحيحة لازم تكون اقل من حرارة الجسم. اما يعني الوضع الطبيعي بقى بعد الولادة في الحيوان. هيبقى لها مكانية ما لومش تالت. يا اما تحت القنال ايرابية او قدام عظمة العانة اللي هي او انجواينل وما الاتنين زي بعض. بنسمعها في الحصان وفروم من انجواينل. زي زي الوضع ده كده ده هو الوضع ده واسته الاستاهم ده اهو. اللي انت شايفه ده كده. ده ده كده ده ده او انجواينل. طبعا ده او انجواينل. طبعا ده في الغالب ده طور فحنموها عليها انجواينل. لكن لو قلت ما فيش مشكلة. اما ازا كاني تحت الديل وهنا منطقة الشرك المنطقة دي كده اهي. منطقة الشرك دي الدايرة اللي بعملها الصغيرة اللي طالع منها خط دي اهي. دي اه دي تحت الخصية بقى لما تبقى تحت الشرك كده. لو تبقى في اللي هي اللي انا هعملها دي استأسرة. شايفينه ده اهو. 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 دي ديت فين? دي البرينيال. دي البرينيال. اه والخصية هنا تبقى موجودة في البرينيال. دي موجودة في الكنين والكامل والخنزير. اللي تلاقي الخنزير والكلاب والجمال خصيتهم تحت ديلهم على طول تحت الشرك مباشرة. اما الحصان والخيول والغنام والابقار والجواميس. هتلاقي الخصية بتاعتهم نوودة بين وراكهم قدام في الانجوائنل اهو في البرينيال اهو. هنا في دي يا شباب هتكلم معكم على يعني هي مش موضوع مهم قوي يعني لكن تبقى فهمه كطبيب. بص الخصية هنا بتبقى الكليا هنا اهيه. اه بتبقى الكليا في المنطقة دي كده. يعني مش رسم الكليا. والخصية وراها. بتبقى ممسوكة مع الديفرام اللي مقال لها المرسوم بالرصاص ده. بليجامين تهربطها واسمها الساسبينسوري ليجامين. فبتتقطع. اول حاجة الساسبينسوري بتتقطع. وبعدين في حبل كده غروي من الميزنكايم. منازل لحد تحت عند الانجوائنل كناليه. القناة الارابية اللي قدام على طول على جانبي عظمة العينة. بين الرجل وبين عظمة العينة كده. اسمها الانجوائنل كان واحد يمين واحد شمال. فتلاقي هذا الميزنكايم واحد يمين واحد شمال برضو. مسك. وصل بين التستس وبين المنطقة دي. فيفضل هو عامل زي الاستك كده ينقب يتشد 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 يتشد. يفضل يجزب الخصية يجيبها من فوق هنا الحاد ما يوصلها في المنطقة دي. الحاد ما يوصلها في المنطقة دي كده بالزبط. يتبقى هنا المكان بتاع الخضرة دي كده. وبعدين تيجي البروتينيام طبعا البروتينيام طبعا كل ده 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 صنع لا. يجي يجي اردر جاي للبروتينيام يقوم معدي بص البروتينيام بدل ما بيمشي كده من بطن البطن يقوم بعد طبعا يمين وشماء. يطلع لبره ويرجع تاني. زي الشراب كده. عارف الشراب لما ينزل كأن انت عندك كيس كبير وشديت او بلونة كبيرة بلاستيك شديت منها اه حتة لتحت كده زي الدراع كده. انت زي همكون مسلا انت نافخ البلط وبتاعك مخيطه كده ونفخه والنازل منه الدراع. الدراع ده. الدراع ده بس مقفول ما فيش فتحة فيه. يعني اه كم بس كم فهتنزل الدراع ده. طبعا انتو عارفين البروتينيام ده اه اه عامل زي الارضية السرابيك اللي عليها كده يعني يعمل سليبري سليبري يعني زحلة. فتبدأ يسهل زحلائة الخصية عليه وتخرج برة. ولما الخصية تخرج عليه برة. انا قلت لك هو نازل الحتة البروتينيام دي اسمها اه تونيكا فاجينيالز اه اه. الحتة دي نازلة كده زي الشراب. الحتة اللي زي الشراب تقوم لفة لفة عارف لما تلف جانين ببطنية ضابل تقوم لفة على التستيس والكردي اللي معلقها. فطبقة تلزق في التستيس. تبقى ملصقة تبقى اه فيزرال. وطبقة تبقى وبينهم الحيز اللي كان بتاع هذه اللي نازلة اللي شبهتها لك بالشراب. هناخدها بعد كده وفي بتاع التستيس. بس تبقى فاهم ان التستيس متغطية ببروتينيام لكن هي خارج البروتينية الكافتي مش داخل البروتينية. زي ما قلت لك هي نزل لها زي شراب كده. يعني من البروتينيام وتلف عليها ضابل ما دخلتش جوه التكويف. تمام? يعني التكويف اولا وحطت لك في نقطة اهو ده التكويف ده ما فيش خصية بتخشش جوه. تمام? الخصية بتبقى بره وهو يلف عليها. اه طيب لو الخصية المفترض الخصية بقى يبقى فيه تلات حاجات عشان الخصية تنزل خلي بالك. اول حاجة تتقطع بتاع الجوبرناكولم ده اسمه الجوبرناكولم ده اهو. ده اسمه الجوبرناكولم. ده اسمه الجوبرناكولم اهو اهو. شوف اسمه اهو. يعصد له ويشد الخصية. اهو. وبعدين بتاع الفجينا البروسيس. بروز الفجينا البروسيولوتاك زي الشراب اللي نازل كده من من البروتينيام. من الابدوم من البروتينيام. ده بيعمل بتاع التسس. يحصل لها وتنزل ايه من الانجوائنا الكنال. لو حصل لها ريتينشان وحتجزت بنسميها ايه في البطن? حال اسمناها لو بتدي عقم. لكن الخصية اللي نزلت ممكن تشتغل. تمام? وتدي عادي ويعيش بها الانسان. عشان كده الاطفال دائما مفروض نلاحظ نشوف الخصية بتاعتهم منزلت ولا لا? عشان ما كانش كده نرجع على الطبيب. مفروض انها بتخرج مع الولاد او قبل الولادة بحاجة بسيطة. او بعد الولادة بحاجة بسيطة. اه هنبدأ بقى بعد كده الجروس الاناتوم بتاع تستس تستس اه بيضوية الشكل. فلها ولها اتنين بوردر. بوردر اه ملتصق عليه اسمه تاتشت بوردر. وبردر ثري معلوش حاجة. وين هيتين? اه هيد اه وتيك. هيد وايه وتيك. بس ده الجروس الاناتوم بتاع اه الخصية. هو عبارة عن زي بيضة مبططة شوية كده فتبطيطة البيضة دي هتدي لاترالوميديال وحرفين. حرف قدام حافة قدام حرفة وحرفة منهم عليها وحرفة بتيبقى فريم علاش حاجة. وبعدين النهايتين نهاية يامة الرأس ونهاية يامة الديل اللي هي الهيد والتيل هنتكلم هنا يا شباب على ببساطة جديدة جدا عشان تخلي بالك. اه عبارة عن بص كده معي الاول. اه عبارة عن كابسول. كابسول هنا هي البيضة هي البيضة اللي هعمل فيها النقط الخضرة دي. اللي هعمل فيها النقط الخضرة دي. خلي بالك النقط الخضرة دي فيه كيس اه فيه طبقة تحتها خفيفة قوي مسفرة هي. وبعدين الكافيتر اللي واخد لون الرصاصي ده. الكافيتر اللي واخد لون الرصاصي بعدين طبقة خارجية خالص. الطبقتين دول والكافيتين الروساسي دهم دهم اللي انا قلت لك في في اللي سلايد التاني هيتلاف حوالين الخصيا بطغة تونيكا فاجاناليز اللي نزلها الشراب اللي نزل من البروتينية. هذه البروتينيوس اللي نزلها من البروتينيوم لما لفت الخصيا زي البطنية ضابل كده لما تلف بها طفل. فهتلاقي فيه طبقة لازقت في الخصيا وأيه وطبقة خارجية برة وبينهم كافيتين أو التونيكا فاجاناليز اللي عليه دايرة بالاخضر ده اللي عمله دايرا بالاخدر او. ارجع له كده الساهم ده بيشير الى ايه? الكافت اللي بالرصاص. عليه طبقة اه في طبقة خارجية صفرة خفيفة هي. وطبقة داخلية. اللي هي البرة برايتاريس. و جوة اه فيزيراليس اللي هي مع بعض اللي تناعملين التونيكا فاجياناليس بطبيعته. اما البيضة اللي انا منقطها بالاخدر دي دي التونيكا البوجينيا اللي تحتها خط بالاخدر التونيكا البوجينيا. هزي التونيكا البوجينيا عبارة عن كونيك كفتيشو. فايبرس كونيك كفتيشو. حافظ الخلايا او الاستراكشور او المتن بتاع البرانكما بتاع الخصية تحت بريشار. بحيس انك لو ضربته مشرت ولا حاجة يجي حصل بزيشا للتيشو. طب ايه التشو بقى? التشو عبارة عن سيمينيفرس تبيول. قنيبات آآ تناسلية. آآ زي ما تشفتها يعني يعني آآ متعرجة بشكل آآ كبير جدا عشان تد طول. وبعدين تيجي في السنتر تبدأ تستخيم. فمنها جزء متعرج وجزء مستخيم اللي هو الاولاني وبعدين يعني العلامة ده هي بيشور على تبيول واحدة بس. دي جزء من السيمينيفرس. يعني السيمينيفرس تبيول دي عبارة عن حاجتي. تبيولي كنتر تي وتبيولي تبيولي كنتر تي اهي تي سي وتبيولي آآ ريك تي آآ تي آآ. طبعا مع زرة على الخط مش هقول له انا بكتب بالقلم اللي هو الملون ده. طيب. طيب ما لالتونيكا البوجينيا دي بطحية الخصية بس من برا? لا. ده لا وزيفة تاني. ده بتبعت ايه بص كده بتبعت سبت اهي. حواجز. اهي. شايف السبتة دي? تفصل شوية انايبات عن عن بعضه محاجز تاني اهو مع السهم ده اهو. 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 فتفصل جزء من النسيج بين الكل حاجزين. يبقى اسمه لبيول. يبقى اسمه لبيول ده لبيول اهو. اهيه. وده لبيول اهو وهلوم مجر. تمام؟ اللي بيول دي عبارة عن مجموعة من الانيبات اللي هي الكنتر تي. تنتهي بيوليرك تي. التبيوليرك تي دي تصب. اه السبتة تستمر. فالسبتة تشبك مع بعضها وتعمل لي شبكة. وبعدين اه تيجي تيجي تبيوليرك تي صبه في اه اه السقوب بتاعها هذه الشبكة. الشبكة اللي هي الفاي براس. كنك تفتيشه اللي عامل شبكة في النص ده اسمه الميدياستاينامتيستيس. يمكن مش مكتوب هنا انا مش مش بلاحظه في لكن على بعضه كده بص عاملك ده راح عليك ده اهو على بعض ده اهو لا اسمه ده ده. ده. طيب في عيون هي العيون اللي فيه دي اسمها الريتاتستس. العيون اللي فيه ده ايه البيضة ده اللي انا بقضتها نقطة خضرة دي. كل عيون عامل زي الشبكة اهو. زي يفكرك بلسبونجي بون كده. ده اسمها الريتاتستس. دي خنوات متواصلة مع بعضها تاخد من التبيوليرك تي وتوصلها بالتبيوليرك بالقنوات ده ايه. اللي هي الافرنت دكتيول اللي هي الافرنت دكتيول. اللي هي الافرنت ايه دكتيول. مجموعة ده ايه كلها انا عندك ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة قدامك هم اكتر من سبعة طبعا. اه اسمها الافرنت دكتيول يعني القنوات اللي هي ايه الصادرة. الافرنت دكتيول اللي بتاخد الحاجة لصدرها البرة يعني الافرنت دكتيول. فالافرنت دكتيول خلي بالك مجموعة كبيرة منهم او كل الافرنت دكتيول. مع الجزء الاولاني. طبعا الافرنت دكتيول كلها متصلة على الطرف. مين? بريفرال اهي. اعمل لك ساهم مثلا اهي. ساهم اهو. ساهم اقدر اهو. وكمان ساهم اقدر اهو. دي دي اسمها بتاع اهو. ولما الافرنت دكتيول تخلص تمشي بقى بعد كده اه القناة بس طيبشي بقى الوحدة ايه يمشي كده يخلي بالك. ايه هنا ما عديتش قنوات بقى ايه قناة واحدة بس يمشي ملوليه وازاي. طبعا بيبقى طويلة جدا. عشان دي اللي بياخد الاسبيرم فيعمل بتاعته بتاعه. عشان يبقى جاهز للاخصار. بص. اللي انا عملت فيها جزء من اللي اخضر دي يمشي كل حد هنا. الجزء بقى الاولاني. اللي هو الجزء الاول من الابديدشي ملضك مع الافرنت دكتيول يدين nesse اهو الهاو الهاو. ده كله على بعضه يا جماعة ده هو كل الحيطة ده يسمعي ده ايه? اهي. ادي البضي بتاع الاوبديد مس. وابعدين يبدأ بقى من هنا. تبدأ من اهو. مالكش ضع بقى دي برضو. الاتنين الصفر ضم بروتينية. مالكش ضع بيه. اه دي. 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 اعملها لك دي. تبدأ بقى من هنا تورت وسل اول وبعدين كل ما تطلع اللي فوق هي طلع تخش الجسم بقى. عشان تاخد وتخش جوم الجسم على بجوة على الحوط. من الانجوين الكنال. اهي طلع الفوق اهي. خص هي اللي طلع الفوق دي. هي دي بقى السهم بتاعها اهو. اهو. هعمل لك عليها السهم كده صايد لفوق اهو. اهو. دي. اه ديفرانس. اه يبقى الخص هنا برا مجموعة البيول بينهم ومن بعض اه سبتة محاطة بتونيك البوجينيا وحرفناها خلاص. وبعدين اه بتبقى اه وبتبقى وبعدين اه تتجمع مع بعض وتعمل اللي ممكن ما تتجمعش ممكن في بعض خانات تبشر بعدها لكن في الغالب دايما اتنين او تلاتة بيتجمعوه وتبقى تسب في اللي هي موجودة الشبكة اللي جوه ده اسمه وبعدين تطلع منه المؤفرزات اللي هي الاسبرمات والمفرز ومنتج الخصية على 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 و بعدين على الداكتس دي فرانس وبعدين ساعة الجماعة يطلع برا عن طريق اليوريسرا والبينيس على الفيميل. اه خلي بالك لو خدنا حتة بقى من الحتة من هنا كده حتة اهي دايرة اهي. اه ما عليش الخط اللي بيجي طلعه ده اغصب عني. الخط اللي طلع ده اغصب عني. لكن الدايرة نوصل الدايرة دي. بص ااخد خطة اهو. ونشوفها هنا. اهي. ده منظر اهو. الدايرة دي عبارة عن ايه? بص كده. اجيبها لك الدايرة اهي. عبارة عن شوية تبيول وبينهم الحتة ده اهي. اللي هي. اجيبها بقى لامبلون تاني. اجيبها بلون تاني. اجيبها بلون تاني اللي هي الانترستيشيا التيشو. بما فيها الانترستيشيا السيلة اللي بتفرز التسترون اهي. تمام? اه فالحتة الخضرة دي هي الخضرة والحمرة هنا اللي مكبرهم. عبارة هدي سيمينفرسبيول. وهدي سيمينفرسبيول. وهدي سيمينفرسبيول. وهدي سيمينفرسبيول. وبينهم بعض يكون نكتفتشوا جواها جواها حاجة اسمها اللي بتفرز. ده بتاع الخصية. واضح وسهل. وطبعا انت هنا بقى بدأت تشوف اللي عليها اللي عليها والتيل اللي بتاع. هنا بقى توضيح كتابي على زي ما قلنا ايه. وقلناها واضحناها. كما فيها الموجود فيها بتاع اللي بتغزي تبعت سبتة. تبعت سبتة ايه. والسبتة دي بتقسم اللي بتاع الخصية اللي بيقول. والبيز بتاع اللي بيبقى السبتة دي بتعمل الميديستينام تيستيس. الميديستينام تيستيس اه بنعرفه هونه سنترال ماس من الكنيكتفتشو. معدها في الهورس بقى السنترال بيبقى يمة الهد. وبعدين اه متكون من كونيكتفتشو اه كونيكتنج سبتة. بيتكون ميتكون من الاتصال مع بعضها. ويبقى موجود فيه اه اسمها الريتاتس. اللي بيقول قلنا بيرامدال اريا. اه عبارة عن مجموعة من سمينفرس سبيول. اه اه فيه اللي انا عملتك عليه بدايرة بالاحمر. فيه اللي بتفرز ايه? اللي بتفرز ايه? بيبقى فيريتورتوس. والسنترال بارت بيبقى مستقيم. فبنسميه الادات اه تبيوليرك تيه. وبعدين اه تبيول زي افزاريتة تيستيس كونيكتد مع الابديديمس بين حوالي خمستاشر لعشرين افرانت داكتيول وانتو شفتو الافرانت داكتيول. هنا نتكلم على بتاع الابديديمس وده موضوع بسيط وسهل خالص. زي ما قلنا الابديديمس برعا. الهيد وبادي وتيل والهيد انتو شفتو بيتركب من ايه? نمبر من الافرانت داكتيول زائد الجزء الاولان من الابديديمال داكتيول. البادي هو الجزء الطويل اللي موجود على البوردر بتاع التيستيس اللي ممتد من فوق لتاحت. التيل هو الجزء الاخير اللي اللي بيجي عنده يعمل كيرف وراجع على داكتيول. طبعا في حاجة اسمها التستيكولار بيرس او الابديديمال ساينس الاتنين اسم الحاجة واحد. انتو عارفين البتاع اللي انا قلت لكم عليه التفانة اللي شبهت لك بالشراب اللي نازل دا. عامل لافف الخصية. لافف الخصية كويس قوي. تمام? لافف الخصية كويس قوي. آآ فلما هيجي يلزق في الخصية تيقوم الجزء الفيزرال بتاعه منه الفيزرال يقوم داخل على الخصية خلي بالك. يقوم داخل على الخصية. وبعدين هيلاقي الابديديمس فوق الخصية. يقوم داخل في التالبيني اللي اتنين هو منعكس على الابديديمس. يعني ينزل ويطلع تانا على الابديديمس. فيعمل لي حاجة زي زي تجويف كده او فصة زي بتاع اللي قدامك على البنش اللي بتخط فيها القلب. فبس سميها تستيكولار بيرسا او ابديديمال ساينس. تسميك زي ما يعجبك. اللي هو هنا اشاور لك عليه اهو. اللي هو انا واخد ساهم منه اوه. وحتى مش ورك على اوه. اهو اهو. اهو. الساهم بتاع اهو. 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 كاين انا حطت هنا حاجة. حاجة كده كاين معدن برفع بيها عشان اورها لك هي التجويف دي. بيبقى طبعا بين الابديديمس واللاترال بوردر بتاع التستس اهو. الساهم ده هو داخل في اهو. بص اهو. اهو. الحتة التجويف ده. التجويف ده. انا اطولك انا اطولك بس انا مش عاوز اضيعها لك اهو. النقط عليها. طبعا ده هنا بتاع الابديديمس اهيه? ادي الهيد. ودي التيل هنا. ودي الباضي بتاعها هو تواضح جدا. بتاع التستس بقى بيتم بايه? بيتم باكتر من حاجة. اه اولا نتصل فيها. اتصلها مع الكورد اللي ننازل بيها نفسه. ده الكورد كله اللي هو اللي فيه. في حاجة اسمها دي بتوصل التيل بتاع الابديديمس الديل منجس. الدي له بتاع الابديديمس. في الحتة دي ده كده. ده اسمها البروبر ليجامنت. انما في بتوصل الديل هاي? الديل ده مع طبقات الاسكروتو. يعني بص الديل بتاع الابديديمس مربوط مع التستس ببروبر ومربوط مع السكروتن الليجامنت او بسكروتل ليجامنت. هي فقى ثلاثة. اللي هو utal legumken والبروبر ليجامنت الاتاشم انت مع 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 بس خلي بالك انت عندك دي مسكة البيل بتاع مع السكروتر اه السكروتر ما اللي هو كيس الصفا. وعندك مسكة برضو دي للابديديمس مع خلاص? ده بتاع التستس. هنا هنتكلم عن الخصية بتاعة الحصان يا شباب. الخصية بتاعة الحصان. بنعرف اي خصة عما ليجي نعمل المقارنة. نعرف وبتاعها موجود فين? والتونيكا البوجينيا بتاعتها ثين ولا سيك? ومن خلالها بعرف التونيكا فاسكولوزا واضحة ولا لا? تونيكا البوجينيا لو سيك يبقى الفاسكولوزا مش واضحة. زي لانها مش شفافة. لو ثين تبقى الفاسكولوزا واضحة. ده مرتبطين ببعض. هتلاقيه هنا عن يمة الهيد اكستريميتي اهو اللي احنا قلنا لما تجمع السبتة مع بعضها في السنتر عملته اللي فيها عيون اسمها ريتا تستس. اهو. اه هنلاقي هنا اهو. عامل على السهم الازرق اهو. اه راس السهم الازرق دي على الهيد اكستريميتي. اهم حاجة انت عابد السهم هنا يعني ايه هوروزنتل? يعني الخصية خلي بالك عبارة عن باسم البيضاوي مستطيب. ليه راس وليه راس اللي هي راس اللي اللي بديديمس عليه. وتيل اللي تيل اللي بديديمس عليه. فالخصيتين متوازين مع بعض كده. راس كل خصية لقدام يمت راس الحصان. في اتجاه راس الحصان. ودي الكل خصية وراء يمت ديل الحصان. ولكن مش مش. هتلاقي مثلا في الطور هتلاقي العكس. لا هتلاقي الراس يمت بطن اللي بص الفوق. والدي البص للارض. لا هنا تستس ورزنتل. وكأنها خطين متوازين. الهيد اكستريمتي قدام. والتيل اكستريمتي اه للخلف. موزين بتاع الحيوان نفسه. تمام? خلاص بقى توليك البجينية هنا بتبقى ثك. مهم ما قوي دي خلي بالك. مدام ثك وانت مغمض على طول يبقى الفسكروزة مش واضح. تمام? اه 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 طبعا بتاكل خصيتين واقع فين كده متوازين. ورأس كل واحدة اللي قدام ودي لها الوراء. تبقى على على البردر اللي تحت ولا البوردر اللي فوق على البوردر اللي فوق. يبقى لازم تعرف لي ان الموجود فين? على دورسل بوردر. دي مهمة برضو عشاني ممكن تبقى انت متخيل ان المتخيل على الفينترال بوردر لأ. هو على دورسل بوردر. تمام يا شباب? هنا بقى هنجي نشوف الخصية بتاعت الطور. الخصية بتاع مين? بتاعت الطور تمام? خصية بتاع الطور بقى هنلاقيها الادي. اه اولا الشيب بتاعها اه بيضاوية مستطيلة. موجودة في هنا زي الحصان. بس في الحصان بقول بريبيوبك بقول هنا انجوينة. اللي مش هتفرق كتير. بتاعها هنا بقى مش هوروزينتا. الفيرتكال يعني عمودية على الارض. الارض والجسم الحيوائي. تمام? هنا بقى طب الابديدما البوردر بقى مش هتبقى فوق وتحت هتبقى يا الموجود ايه في الخلف. يبقى كودة دي. يبقى دهية دهية الكرينيا الكرينيا السيرفس اللي عمل على اسام ده هي كرينيا البوردر ده هي. تمام? يبقى الابديديميس الاتاشت بوردر للخلف. تمام يا شباب? اللي خلاص كل حاملات موجود في السنترا اهو. شايفونه المديسسينة اهو. اهو عامل لك انا عليه خطوط خضره هي في سنترا اهو. هو لا كالبوجينيا آآ ثن. ثن دي يعني خلي بقى لك منها وحط تحتها عشر خطوط. مدام ثن وانت مغمض. يبقى الفاسكولوزا فيري كلير. تمام? فيري كلير سوبرخيشل. الابديديمس قلنا اهلونجزا كودة البوردر خلاص? الهيد عملة كاب لايك. عملة كاب لايك على الهيد اكستريمتي. وبتمتد كمان تتيني لحد ما توصل تقريبا ربع الفري بوردر. يعني شوف خدت اهي شوف جاية هيا مشي انا بس ام جاية على الفري بوردر وبغطيها منه حتها. حتة دي كلها اهي شايف حتة دي? حتة ده. مغطيها منه اهي. الفري بوردر. تمام? آآ آآ في الاسمور رومل انت بقى لها الاغنام آآ زي الاوكس. بعدها بقى في ميزة مهمة قوي في آآ في الاغنام خلي بالك. ان التيل بتاع اهي. خلي بالك الله يرضى عليك وعامل زي الفلاسكة بتاعت اللي كنت تاخدها معك في المعمل البيو كده. فلاسكة لايك. فلاسكة لايك يعني عامل كده هرسمها لكم هنا في جنب كده اهي. فلاسكة لايك يعني عامل كده. عاشا اهي. فلاسكة لايك. ده مهمة قوي تعرفها فيه. يبقى دي الخصية بتاعت الطور والكباش والمعس. هنيجي بقى هنا نشوف الخصية بتاعة الجمل. خلي بالكوا ان الجمل الجمل والااااا والكلاب والخنزير الخصية بتاعته موجودة فيرينية. فيرينية. يبقى هيتفقوا التلاتة في البوزيشن. الاتنين اللي لسه هيجوا والجمل فيرينية البوزيشن. والوضع بتاع الخصية مائل. لا هوروزينتل ولا فيرتكال. وبليك. وبليك ازاي? يعني واخد وضع ماي. يعني ماي الكرينيو فينترل. كرينيو ايه? فينترل. تمام? هتلاقي الكرينيو فينترل يعني الخصية بصة اللي جاية كده من جاية من آآ بصة القدام وللأرض. بصة القدام وللأرض. هيبقى دي لها ظهري. مدام بصة القدام وللأرض يبقى راسها نزلة للأرض. عشان كده هنلاقي ان التيل موجود يمت القينص يمت الشرج. والهيد ده اه لو خدت خدت مستقيم من الديل هتنزع على الارض. عشان كده بقول كرينيو فينترل. يبقى الديل باصس للشرق. باصس ايه? للشرق. والاتاتشت بوردر بتبقى كرينيو دورسلية. يعني يمت جسم الحيوان. يمت جسم الحيوان. خصية ميلة كده. ميلة والبق والابديديمس. اتاتشت بين الخصية وبين جسم الحيوان يعني انتم تعرفين الخصية لها هيبقى لها آآ مواجه الفري بوردر هيبقى مواجه للخلف. للجلد بس بتاعه سكروتم. والاتاتشت بوردر بتبقى لقدام اللي هي موجودة دورس كرينيو دورسل يعني. لك انك تتخيلها كرينيو دورسل بقى اللي هي اماميا وظهريا. تمام? خلي بالكو برضو الدايريكشن ده هيبقى نفس الدايريكشن في البيج ونفس الدايريكشن في الدوجة عشان ما نتعيبش نفسنا فيه. في كل الحالات الجاسطرة وقلنا في الحصان بس اللي هيبقى لها دي. تونيكا البوجينيا فيري سيك وانت مغمض يبقى الفاسكولوزا مش باينة مش واضحة نوت قبير سوبرفيشري. لكن مش غيبة. ايه واحد فكر انها مش واضحة يعني لأ ده عشان الكسوة بتاع الخصية ساميكة فامدرياها انها موجودة. تمام? اللي بديدي مستفقنا انه موجودة على الحافة يعني بتاع الخصية هي الحافة الامامية الظهرية. يبقى الخلفية الخلفية البطنية فري. عكس الكرينيال آآ دورس. تمام? التيل بتاعه سمول ولو ما متفرش معها كتير قوي. خلاص يا شباب? هنا نشوف الخصية بتاعة خلاص بقى الجمل سهل علينا الموضوع. بالمناسبة خصية الجمل بتبقى بتختلف حجمها حسب موسم. لان في موسم متزوج بتزيد. ويجي بقى موسم هو بيحصل فيه ما يبقى خامل الجمل. فبتبقى حجمها سويد. بتاع الدج اهي خلاص ما شك لزي ما اتفقنا كده بس الطور هو لكن كله خلاص خلاص اتفقنا نابرينيال والاتاتشت بوردر اللي هي ايه والديريكشن كرينيو فينترال اوبليك اهي وهتنسى اه 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 زي ما اتفقنا زي الجمل بالزبط. اه 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 طبعا انا ما كتبتش هنا الفاسكولوزة يبقى انت مغمض الفاسكولوزة هتبقى مش واضحة. اه اه كاتب لك طوله وموجود زي الجمل. هي على يعني خلاص اول ويت عشرة خمساشر جرام وانا ما بادقش في الاوزان. هنا يا شباب بتاع زي ما انتم شايفين اهوت البوزيشن برينيال زي الدج زي الدج والكامل اللي هو اوبليه كرينيو فينترال والتيليام بتل اينس. والاتاتشت بوردر بتواجه كرينيو دورسلي. والفري بوردر يبقى عكسها كودو اه اه كودو فينترالي. الميديساين امتسس هنا وموجود سنترالي برضو. تينو كالبيجينيا فيري سيك. كما ما فيه الفاسكولوزة مش عبير. اه سوفرفيشة اللي بقى يعني. الوزن بتاعها طبعا الخصية في الخنزير بتبقى كبيرة شوية ربعمية جرام. دي يتبقى المفروض يبقى عرفها لاني انت عارف الخنزير خصيتو كبيرة. حتى كمية السيمن عجيبة لما تيجي تشوفها اعتقد ان انا كاتبها لك في المحاضر. اه حوالي سبعتاشر تمنتاشر متر اتاتشت خلاص قلناك كرينيو دورسلي ايه احنا قلناها ايه. لسه يلينها. ليه ما هو اتاتشت على اتاتشت بورد. تمام? والتيل بتاعته التيل بتاعته بتعمل ايه بتعمل بلانت كونيكال ايه بلانت كونيكال بروزيكشن. هنا شباب المقارنة بتاع الخصية نمجمع لك النقاط بتاع المقارنة هي ومديك بعض الالوان عشان هيصر عليك دي مراجعة اللي قلناه بالنسبة للشي بالبوزيشن يا برينيال يا برينيال يا بارل يا اوبليك. المديستاينم اه هنا هلاقيه عند الهيت اكستريم تلقيه كله سنترالي. التونيكالبوجينيا اه بتبقى اه ثن في في الطور والاغنام بس. ودقيه كل ثك. الفاسكولوزة عكسها تماما. اه تبقى يعني في الثن تبقى اه او او واضحة. في الثك تبقى. السبتة طبعا مرتبطة برضو لو هتاخد السبتة ككبارة في مرتبطة بالالبوجينيا. ازا كانت سكة بقى السبتة سك. تمام? الاتاتشت بوردر احنا قلناها في في الديريكشن والبوزيشن تراجحها تاني. والابديديمس اهم حاجة في الاغنام الفلاسك لايك. واللارج كونيكال اه بلانت كونيكال بروجيكشن في الخلاسير. اه طبعا قدامك هو ده بالمتر طبعا ده بالمتر يا جماعة انا ما كتبتش وحدة القياس اهي الله يرضى عليكم بالمتر لا. بالمتر اولا بالعرب ولا بالانجليزي بالمتر. تمام يا شباب? هنا يا شباب هنتكلم عنها الدكتور الزفرة. هتكلم فيها الحالة من ثلاث زوايا. عشان تبقى في الصورة وفهم معي. اول زاوية تعرفها هي ضد. بتوصل النهاية اللي بتتديز من اول مستبدأ. وتفضل ماشي لحد ما تنتهي في الاول جزء من القناة ماجرالبول. اللي هو. أول جزء اللي متعارفيني القناة ماجرالبول اللي يان feerthera بتنقسم الى جزء في البيلفكابت اسمه. مبويacz بارد وجزء في البينيس البناي البارد الجزء اللي في الجزء الاولاني منه هنلاقي فيه كده اه 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 كده موجود تحت البروستيت اسمه هي بتخش تحت البروستيت وتفتح في هذا آآ الحاجة التانية ودي اقل اهمية لكن انت ما عندك فكرة هي بتمشي ازاي مكانها بتمشي فيه انها ما بش حاجة بتمشي كده سبه لا 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 هي بتمشي الاول آآ ميديا آآ للابيديديميس وبعدين تستمر تخش الحبل المانوي للسبرماتيك كورد للسبرماتيك كورد وبتبقى موجودة في كوردوميديا يعني ورا الاستراكشار بتاعته من ناحية الداخلية في في فولد خاص خاص بيها هو يطلع كده شرحة شرحة او هشرحه في الاسبرماتيك كورد وبعدين تدخل من خلال القناة الايرابية قناة الايرابية اللي هي الكنال وتمشي في طاية بروتينية برضو بتبقى ميديا يعني من ناحية الداخلية للحوصالة المنوية او للغدة الحوصالية خلاص ده الكورس بتاعها اهم حاجة التالتة بقى احنا عارفنا هي ايه الكورس بتاعها ازاي التالتة دي اللي مهم او الدائرة اللي ااخد عليها دائرة بالاخدر دي هي اللي في كل الشغل بتاعنا طيب ايه بقى الشغل بتاعنا ده اول حاجة ان هي بتفتح ازاي بتفتح يا مستقلة في الحيوانات اهي اللي الخاصية فيها موجودة برينية اللي هي الكامل والدج والبيك الكامل والدج والبيك تمام يا اما بتفتح مع الغدة الحوصلية الفيزيكولارجلاندو مشتركة بقناة اسمها القناة القزيفة ايجاكولاتري داك ودي في في الحيوانات اللي اللي فيها بانتخادها زي 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 يبقى الفتحة يا مستقلة يا مستقلة يا مستقلة يا مستقلة مع في الحصان والرومناند اللي اتفقنا الخصية بتاعتهم اللي موجودة قدام موجودة فين في الانجوينل او تحت منطقة العين انما الخصية بتاعتهم تحت الديل تحت الشرج فهبتفتح مستقلة لوحدها مش حاجة بتفتح معها. كمان الحاجة التانية ان فيها الول بتاعها قرب انتهاءها كده قبل ما تخش تحت البروستيت الول بيحصل له نتيجة تكاثر بتاع الجيلاند اللي في الول فيحصل في الول مش في اللومن اللومن سابت. فيتعمل لي القرورة حاجة اسمها الأمبولة داكتص ديفرنس هي الأمبولة داكتاص ديفرنس ديفرنس هذا الأمبولة داكتاص ديفرنس واضحة قوي في الحصان والطور آآ موجودة بس ضعيفة بالكامل والدك غيبه خالص في الغيبه خالص في الغيبه آآ ولكات طب دي احد بتفتح ازاي نفس فتحتها هي بتفتح في ففتحتها تتبع فتاحات يعني هي مع ال quarantine وخلي بالك. ممكن هي تلاقي في الاسئلة تخدعك تقولك ايه? الامبولة داكتر 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 دفرنس ابسنت اين? ويوم جايب لك ايه? البيج. لا داكتر دفرنس مش ابسنت في حاجة. الامبولة داكتر دفرنس ايه اللي ابسنت في حاجة. خلي بالك من النقطة دي. لان الامسي كيو غالبا ما تكون خادعة. هنا هنتكلم يا شباب عن الاسكروتم. والاسكروتم زي ما انتم شايفين كده. هو عبارة عن كوتينس باوتش. كيس جلدي. اه بيحتوي على التستس والابديديمس. والدست البارطلو الجزء. طبعا بيحميهم وبيلعب اه دور كبير في بتاعة التستس التنظيمة الحرارية الخاصية. بيكون من مجموعة من اللير زورة بعض. الحاجة بتبقى مقابلة للليير بتاع الابدوم من الول. خلي بالك الابدوم من الول ده انت لو جيت من الجنب كده هتلاقي جلد ثم فاشية. ثم آآ عضلة مائلة خارجية ثم عضلة مائلة داخلية. ثم عضلة مستعرضة. كام? ثم عضلة مستعرضة ثم البروتونية. ست حاجات. بص هتلاقي بتاع الجل بطن بيهو اللي بيدي بتاع الايه? بتاع الاسكروتم. وبيبقى آآ بلايه من اللونه لونه اسود كده في الهصان والكلام. وفليشي كالارد لونه زي لحمة زي لون اللحمة كده آآ في الاكس. دي جاية من الفيشي اللي تحت الجلد مش طقة منها. وبتكمل تحت جلد الاسكروتم. وفيه طبعا الفيشي بتبقى اكتر بطبقتين. فلاقي باللاقي تحت الفيشي اللي هي الدارتوس. الدارتوس بقى فيها بعض. لايه فيها طبقة خفيفة تانية من اللوز كونك تفتوشه. آآ عشان بتفصل بين الدارتوس والطبع اللي بعد الدارتوس. وبعدين هنلاقي الاكسترنال اسبرماتيك فيشيا. آآ ودي برضو درايف دي من الاكسترنال ابداومة الاوبليك. بعدين الاكسترنال كريماصر كماصل ودي ماصل بقى حتة عضلة بترفع وتنزل السكروتم. واجي الارجين بتاحها من الانترنال ابداومة الاوبليك. زي ما قلت لك ترتيب عضلات البطن بالزبط. الانترنال اسبرماتيك فيشيا بقى جاية من اللي بعد الانترنال ابداومة قلت لك اللي هي مين اللي هي من آآ اللي هي جاية من الانترنسفيرز ابداومة الفيشيا او او ابداومة البصل. وبعدين بقى تيونيكا الفيزراليز اللي هو انا قلت لك الشراب اللي نزل لما الخصة كانت اول ما جات تنزل ولفت حواليها. فبتعمل طبقتين حواليين الخصية. اللي تعنينا فيها الطبقة البرايتاليز لان الفيزراليز بتبقى ملتصقة بالتيستس. ملتصقة بالتينيكا البوجيني. يبقى هم كان طبعة ست طبقات. لو حسبت الفيزراليز يبقوا سبع طبقات. هم زي بالزبط الجلد. ثم قلنا الدارتوس. ثم السابدارتوس. الدارتوس جاي من الفاشة. وبعدين فيها اتنين فاشة. فيها بينهم فاشة. عشان تعرفهم كده بالترتيب يعني عندنا معاها. وبعدين اتنين فيها بينهم يبقى اللي قبلها جاي من اللي بعدها جامل. وبعدين خلاص? طبعا المظهر الخريجي بتاع سكروطن بيتأثر جدا بالحرارة. ففي اللوتن بريتشار بنلاقيه مكربش على بعضه وشورت للجسم عشان اه حرارة الخصية بتبقى ما تزيلش اوي. في مراهرة كده ومستطيل وبعيد عن الجسم. اه نكتب تيجي بتاع الكريماصرك ماصل والسموس ماصل فايبر اللي في اه دارتوس. الحقيقة دي رسمة يد جميلة جدا. انا عاملها لكم بيدي بتتكلم على طبقات سكروطن. وزي ما قلت لك طبقات سكروطن احفظ طبقات البطن وطلع منها. طبقات البطن زي ما قلت لك اه سكين الوجيل تحت منه فاشية تحت منه عضلتين ميلين خارجية وداخلية وبعدين عضلة مستعرضة وبعدين البروتينية. اعدي معايا كده جلد اه اتنين فاشية تلاتة واربعة عضلتين ميلتين خمسة اه العضلة المستعرضة ستة تبدأ البروتينية اللي هي البروتينية. تعالى بقى شوف الطبقات السكروطن. ادي واحد اهو ادي الجلد. الجلد بيدي الجلد. ما بعود شي لقاتة. يعني انبعاد من الجلد. اتنين الفيشة هتدي الدارتوس والسبدارتوس. الفيشة هتقوم الديالي دي. اه. وبعدين حطي بالترتيب بقى. الاكستيرنال اللي هي الدارتوس والسبدارس. الاكستيرنال اه العضلة البطنية المائلة. الابدومن قالوا بليك هتدي اكستيرنال سبرماتيك فاشية. هنا في الغالب بتطلقه بتقول مدام طالعة من البطنية الخارجية المائلة هيبقى هيبقى يتشرنال سبرماتيك فاشية طالعة من البطنية المائلة الداخلية. لا. اللي طالع من البطنية المائلة الداخلية اللي هي المائلة التانية اللي جوه. اللي هي اسمها مصيب العضلة ده هاي جزء ده هه. وخلي ب gravelك هذا الجزء ما بيكملش. بس كل الاجزاء بيتكمل وخش عند السبد ما بتوصل منها التانية. ما عادة العضلة دي العضلة دي يوصل لحد دينا بس بين والانتيرنا جاي من مين بقى؟ جاي من العضلة المستعرضة من المصر مثل ابداونا المصر. او نفشها بتاع ابداونا المصر. تمام. والبروتونيام طالع من البروتونيام. فكر انت لو التلق قصة البروتوسيس اللي نزلت الخصص عليها وحضن على الیں والكوردة بتاحها لا. فهي باسمه وهي وهي تلاينا طبعة اهي التانية كما هي اللي هي في زراس لو عاوز تحسيبها عاوز مش عاوز منها عايز. لكن الطبقات اهي. ادي واحد ادي واحد اهي. واحد اتنين الدارتوس والسبدارتوس مع بعض اهم. اتنين وهكذا. تلاتة ايه اللي اللي عملها بالازرق دي تلاتة. وبعدين اربعة اللي بالاحمر دي. وبعدين خمسة اللي بالازرق تاني دي. اهي. وبعدين ستة اللي هي البروتينيان بتاعها. دي ستة اهي. خلاص? سهلة جدا. كمان هتلاقي ان الاسكروتا منها عم بين الناحية اللي النص اليمين ونص الشمال لان دي الخصية اليمين. اما الخصية الشمال انا مش رسمها عشان الوقت. هتلاقي فيه جروف من تحت كده فاصل اتنين من بعض ظاهريا اسم اسم اسكروتا الرفيئة اهو. بص هبديك عليه سعم اهو. هبديك عليه سعم اهو. اهو. السعم ده اهو. اهو ده. ده السكروتا الرفيئة. ده السكروتا الرفيئة. تمام? كمان التيونيكا دارتوس. التيونيكا دارتوس اللي هي اه بتاع الناحية اليمين ونحية الشمال. اهي. بتتحد مع بعضها اهي. بص هو تديك ايه? او تبدأ تعمل اساس السكروتا السبتة. اساس السكروتا السبتة. طب البوزيشن متاع السكروتا فين في الخصية. ارجع للبوزيشن متاع الخصية هتلاقي انجواينال وبرينيل. تمام? فانت انجواينال فين وبرينيل الفين اكيد انت عرفتها من الخصية. في انجواينال في والرومينات وبرينيل في الكامل والدوج والبيج والكات. دي ايه نفس الرسمة بتاعة السكروتا بس يعني بيشيكة شوية. هي موضحة او هنا هوت الليجامنت. سكروتا الليجامنت. اه. 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 دي السكروتا الليجامنت اهي. اللي هي دي اهي. اللي حما سميناها الليجامنت قفت له في بديد وستلها اسم تاني. ما عليش السحم كده اهو. تمام? وبعدين هنا بقتلاقي كريم مصر كما نفس الطباقات بقى دي مرسوبة بس بالشكلة شوية. انما التانية توضيحية اكتر منها بكتير. ما نتكلم على الحبل المنوي أريدك مقدمة فقط في هذا السلايد خلي بالك أنا قلت لك أن تنزل إفاجينيشن يعني انبعاك خارجي من البروتينية من ناحية اليمين والشمال من كل دكت بتليف في حوالي التستس والكورد اللي هو الكورد اللي هو الاستراكشر اللي معلق التستس برعا والأشرايين والأوريدة اللي نازلة والأعصاب اللي نازلة الخصي خلي بالك بقى اللي أنا عامله زي حدوة الحصان ده ده هو الإفاجينيشن اللي أنا يشبه تلكه بالشراب المقفول منطبقطين الإفاجينيشن اللي لافف حوالي الكورد هنا الكورد اللي كاتبه في النصة هيبقى الاستراكشر اللي بناقط فيه دي هيبقى هنا الاستراكشر بتاع الكورد بتغطيه ففي طبقة هتبقى هي يمت الكورد يمت جوه هيت هتبقى فيزرال لير ديت هتبقى فيزرال لير اللي عامل عليها في دي ودي هتبقى برايتل لير خلي بالي هنا الكورد بقى هنا هيحصل شوية تحور كده عشان تفهمه الكورد موجودة اهو بس الكورد هيتكون من حاجتين اوعية وشرايين ودكتس ديفرانس فالاوعية والشرايين والاعصاب تبقى في المنطقة دي في اللي هي فيها اللي هنا الاعصاب دي يعني هنا كل الفيزلز هتبقى في المنطقة دي ارتروفين ونيرف تستيكلر ارتروفين ونيرف ولمف انما الدكتس ديفرانس هتيجي تبقى فصة بتاع حصل انبعاج حتى دي خلي بالك نرجع تاني سلاد في النص هتلاقي بين الفيزلالليور والبراية الليور حتة اهي حتة اعمل عليها سعمة اهي هتبقى هي هي نفسها الحتة دي اهي لان اعمل عليها اسم الميزوفينيكولام اهو ومعاملها بالطبقتين lean lik ufun ec equilibrium هيجي الجزء اني كاتب هنا ميديل اهو والاترا لهو ودي كودل هيجي الجزء من كودو ميديل اللي هو اصلا لميزوفينيكولام موجود كودل فيجي الجزء الفولد الميديل منه او الطبقة الميديل ثم عاملا بيعاك كده تنزل الدكتور الزيفرانس يتمشي فيها تنزل الدكتور الزيفرانس يتمشي فيها وبقيت الحبل هنا فلو فهمتوا الصورة دي هتفهموا الاسترائد اللي بعدها كويس جدا ان شاء الله ده بقى هنوضح هنا المكونات بتاعة الكورد مكونات الكورد اهيت اتفقنا ان هو كل الاستراكشر اللي بتعمل صاسبين ديليكتيستيس في الاسكروتا وقلنا بيعدي من الينجوين الكنال ومحاط بالطبقات بتاعة الاسكروتا امام؟ بالليار تعلقات كلها الكورد نفس وقا بيكون من فسكولار بارت وافاسكولار بارت الفسكولار بارت بيتكون من الارتري والفين والنيرف واللمفاتيك فيزيلز كلها تستيكولار ارتي تستيكولار فيزيل تستيكولار نيرف بليكسوس وزايد الانترنالك البسارك مسلا بارعان سبوس بسالفايبر ما سكوهم مع بعض وهنا انت هتلاقين رسم اكتر من مقطع للارتري اكتر من مقطع للفين وللنير ولللمف. اه في اشارات كده اه هم اوعى تفهم انه هم عديدين. لا. هم اه واخدين تورت واسمانر. فلما تجي تعمل كروس تيكشن يقطع في اكتر من المستوى. فيبلك. اه يعني حتى الفين شوف عامل حاجة بليكسس ما بامبين وفورم بليكسس. زي زي الضفير وكده. فانت هتلاقي مستوى القطع لكن هو شريان واحد وبريد واحد داخل الخصية. وآآ بيتفرع بقى طبعا ما يدخل الخصية الفرع. وآآ فتبقى فهم بس ليه كده المقطع في الكلام ده. فهنا دي كلها اسمها فيزيلز. لكن اللي بتطلع تبقى الوحدها في فولده هو تطلع من الطبقة او الطبقة او اللير او اللير الميديال بتاعة الميزوفانيكلم ما هو الميزوفانيكلم اهو اللي بيوصل قولنا البريتل مع الفيزرال. شفناه اللي اللي عامله بلا زرق فوق. تمام? بيوصل البريتل البريتل دي اهي. البريتل دي اللي اعمل لها الرس السهم دي. استوري الفيزرال دي. مع البريتل دي اهي. مع البريتل. اعملت رس السهم بتاع البريتل و الفيزراء اهو. هيا دي اللي ميزوفانيكلم بتوصل. فيطلع من ميديا لاير بتاعته. البليكار دكترurat ديفرنسي. يعني دي دكتر lost difference يا شباب. جواه الدكتر ديفرنسي والأرتريوالفين بتاعه. لو applicate. والaver Turkey ده اسم مجازي لانه فيها الارتلوفين لكن نسبتهم الى الفيزلز الكتير اللي في الكورن فبيقولوا لأ لا ده 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 افاسكولر يعني هو اقل نسبيا في في الفاسكولاريتي فسموه افاسكولر اه انما هو اسمه علميا مصصح تمام وبعدين الميزو فانيكولام خلاص انتو عرفتوه ايه هو الميزو فانيكولام خلاص انو عرفتو انه طوية اللي بتوصل البريتل مع الفيزرل عملا زي الميزينتر كده بتاع يعني من نسمع الميزينتري بتاع الحبل الكنسولي. فبدلا ما نقول الميزينتري في الأمعاء هنا نقول ميزوفانيكل. طب البلايكا ديكتاس ديفرانس يعني انها فولدو طالع خاصة من الميديا القسم بتاع الميزوفانيكلام عشان ياخد ديكتاس ديفرانس والديفرنشال جواها. الكورد بقى بيبقى شورته سيك في الاقوائن. لونج في الاثر سبيشيز بس خلي بالك. لونج يعني لو قلنا في البول مثلا طور هو اطول من الحصان. لكن لو جبنا الكلب او الخنزير او الحصان. اصور الكلب او الخنزير او الجمل او القط. هنقول ان نسبيا الحبل الشوكي فيهم اطول من الطور. والطور اطول من الحصان. طيب في قاعدة تانية. الخصية اللي تحت الاسكروتا تحت التيل. تحت التيل على طول تحت الاينس اللي هي في البرينيال. اكيد الاسبرماتي الكوردة يبقى طويل. لانه بيمشي مسافة طويلة مع لما يوصل تحت عند الانجواينا الكنال ويدخل الحص. انما في الطور والحصان هو اصلا في الانجواينا او البريبيوبو. بيدخل على طول. طيب بس هم الاتنين في الطور والحصان قصيرين. لا. هم الاتنين اعصر من الحيوانات اللي تستيس فيها برينية. لكن الحصان اعصر واسمك من الطور. عشان كده اللي هو الخاصي بالطريقة انك تعمل ضغط بس كراشنج كده للاسبرماتيك كورد. بتبقى سهلة في التيران في البولز. لكن صعبة في الهورس. اللي ان الهورس زي ما قلنا الحبل بتاعه قصير. حبل التناسولي بتاعه للاسبرماتيك كورد قصير. وثيك. فالكراشنج بتاعه بقى صعب. زائد انه عنده قابلية كمان لميكروب التيتانوس. طيب ما الايه بقى يا دكتور الهالومبا اللي انت عاملها حوالين الكوردة دي. الكوردة ده هو اللي في السنتر ده ساه. اه. اللي حوالين ده قلت لك هو بيحض بطبخات السكروت اما ايه. ادي طبخات السكروت اما ايه. واحد الكل. اتنين. الدارتس والسبدارتس. تلاتة. الانترنال الاسبرماتيك فيش. اربعة العضل. اللي هي الانترنال كرماتيك فيش. الانترنال السبرماتيك فيش. ستة. ايه طبقة السكروت. ممكن تركح. تمام? الموضوع بسيط جدا. هنا هنتكلم على الاكسسوري اه جينيتال جيلاند. احنا هندلنا اربعة اللي هم ال Philular Gland. ول Πوبsonaro Australii Gre recollect. والامبولة بتاعت الدكتور? هاي les Seminar Vizical او Vizicular gland? لها اسمين يا fall Éa La Using Farile Phase again. football coeur fals economic a physical Expascular protected التقوص من النوادي في الحسان. وعبتبقى عاملة زي�를 عاملة زي الحاوصلة. نما فيزيcular gland في بقية الحيواناتze بتبقى G Bryant لها ال tissue بتاعها. aambFFFF montrer flatway vagabelle وعاملة زي Saliver gland كده عبتبقى ال financially sore gland في التقوص بيردجلهنط بيردي يعني يانع northeast creators berycve on steamích بيردجلهنط yhtoro personnائقي على نيك المسانة lateral للامبلة اللامبلة دكتاز ديفرنس او دكتاز ديفرنس حموما هي هنا الامبلة لانها تضخمت في المنطقة دي إنما لو حيوان زي الخنز ones ولا ف traz cualquier ابولة خطس ديفرنس لا ترى الامبلة 92 علامة كومباراتف بتاعها سهل جدا احنا مطلوب نعرف فيها بتفتح ازاي وهي فيها كومباراتف ولا لا قلنا انها كومباكت وليبيوليتد في الروميننت والاسواي الانجيتد ساك عاملة زي الساكت زي البلونة في الاكواي مش موجودة في الكامل والدوق ادي المخرنات بتاعتها ببساطة شديد جدا يعني هي غايبة في الكامل والدوق موجودة في الرومينة في الخنازير والحصنة والمشترات الكبيرة والصريار طيب في المشترات والخنازير غدة جمدة يعني لها كومباكت كومباكت يعني لها ماس وتمسكها كده تيشو بتاعها على الافير وامفصصة فيها لبيولز انما في الحصان على هيئة فيزيكل وابس انت فيين في الكامل والدوق طب بتفتح ازاي بتفتح في الكوليكولا السيميناليس ازاي بقى في كل الحنازة بعض لا في الخنزير تفتح لوحدها انما احنا اتفقنا قبل كده واحنا بناخد الدكترز ديفرنس وقلنا ان بتفتح مع السيميناليس وتعمل الاجاكولاتري داكتر ارجع تاني للدكترز ديفرنس ونت هتلاقي الكلام ده تعمل الاجاكولاتري داكتر في الرومينة والاكواين يبقى في الرومينة والاكواين بتفتح مع مين؟ مع السيمينال مع الداكترز ديفرنس او الامبولا داكترز ديفرنس وتعمل الاجاكولاتري داكتر في الخنزير اندبينتن طب مال في الجمل والدوق هي مش موجودة قصلا غايبة نيجي هنا نتكلم على البروستيت البروستيت دي البروستيت البروستيت عندنا اكسترنال بروستيت وانترنال بروستيت الاكسترنال بروستيت دي بتبقى غايبة في الاسمول رومينة غايبة فين؟ في الاسمول رومينة يبقى الاكسترنال بروستيت absent في الاسمول رومينة موجودة في كل الحيوانات على شكل بقى فصين وبينهم اسمص في الحصان على شكل فص واحد في الطور وفي الخنزير وفي الجمل في الدوق بقى بتبقى كبيرة ومحيطة بالبالفكوريسر بالشكل ده لدرجة ما بتلتهب بتقفل اليوريسر الخالص وانت يمكن تقراف في السن الكبير لما بيحصل هايبر اتروفي لان البنقادمين زي سوري كده البروستيت بتاعهم واخد الشكل ده تقريبا فبتعمل بالديق للمسان وشان كده الكلب دايما انت اللي ايجي يعمل اللي يتبول المية اللي بيرفع رجله اه لاني وقفت رجله كده بتبقى البروستيت ضغطة الميلفكوريسر شوية تمام اه طبعا هي زي ما قلت لك هنا بتكون من رايتوليفتلوف والحصان انما كوادرلاترالماس في اهو في الاوكس وفي البيج اه غيبة خالص في الاسمورومينت الكامل هنا مش مرسوم الكامل تبع الاوكس والبيج كوادرلاترالماس الضكت بتاعتها طبعا هي فوق الكوليكولا السيميناليس سوف تفتح في الكوليكولا السيميناليس طب ما للبرز انترنا ده بقى ايه البرز انترنا ده بيغيب في الحصان بيغيب مش موجود في الحصان وموجود كتير اهو عشان يعوض نقص الجزء الخارجي في الاسمورومينت نمام في بقية الحيوانات موجود بس على تفاوت على ايه على تفاوت يعني موجود مثلا عنين هتلاقيه في الاوكس اهو داير ما يدور ماسك الول كله هتلاقيه في الخنازي في الدوج في موجود في الدورس البارت بتاع الول جوه والبول بتاع اليروسرا نفسه نمام لكن انا يهمني انك تعرف هو موجود فين ومش موجود فين يبقى هو الانترنا البرت او البرت السميناتا ابسنت في الهورس الانترنا البرت ابسنت في الاسمورومين الفاتحات ازاي الانترنا البرت بيفتح فين في الكوليكولا السميناتز اما الانترنا البرت اذا كان الانترنا البرت في الول بتاع اليروسرا يبقى يفتح في الول بتاع اليروسرا يبقى يفتح فين في الول بتاع اليروسرا تمام يا شباب اه بصفرة الابنين بس يبقى موضوع بسيط البروستيت في كلمتين موجودة في كل الحيوانات لكن لو اسمناها للجزئين لانها لا جزء خارجي وجزء داخلي او جزء اي 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 ال بلفيك يوريس رياض في الكافيتي بتاع ال بلفيك لانه في الول بتاعه فيفتح في الكافيتي بتاعه انما ال بال постав موجود على الكوليكلس سيمينالز فبيفتح في الكوليكلس سيمينالز باي Wit or Såveral opening سواء هنا او هنا يبقى بيفتح بفتحات عديدة في الكوليكلس سيمينالز وال وال постав الена لبافتح بفتحات عديدة في 분�speこれ هنا الب البالبو يوريس ريال الجيلاند البالبو يوريس ريال الجيلاند موجودة في كل الحيوانات ما عدا مين absent fin absent fil canine absent fil canine الكلاب ما فيهش بلبي ورسر الجلاند بقيت الحيوانات فيه بقيت الحيوانات فيه شكلها بقى cylindrical في الحصان spherical الوزيت الشكل في الجمل cylindrical ما تفرقش معي أنا عايزك تعرف ما موجودة فيه absent fil طب بتفتح ازاي في كل الحيوانات بتفتح بفتحة لكل جلاند بفتحة لكل جلاند تمام في الكودة البرت بتاع البلفي كوريسر هي بتبقى موجودة فين يا دكتور بتبقى موجودة في نهاية البلفي كوريسر عند خروجها للفيرس وبالتالي بتفتح في المنطقة دي في البلفي كوريسر بفتحة واحدة في كل الحيوانات معادة الإكواين لكل جلاند يعني كل جلاند بفتحة في الحصان كل جلاند بتلاتة الى اربعة opening في نفس المكان برض تمام يبقى الفرق بين الحصان والحيوانات دي ان كل جلاند في الحيوانات التالية بتفتح بإيه بفتحة واحدة بس إنما كل إجلاند في الحصان بتفتح بتلاتة الأربعة طيب يا دكتور يا سنجل ولا بيرد يا بيرد طيب البروستات سنجل ولا بيرد سنجل اوعى تنسى البروستات سنجل جزئين بس سنجل ماش بيرد مفيش بروستات يمين وبروستات شماء هادي أمبولا داكسة سفرس وانا دا تضخم في الجزء الأخير من الول بتاع الدكتور سفرس في الهورس والرومنان تبقى واضح قوي في الكامل والدوج يعني أقل وضوحا في البيج والكات غاية بتفتح في الكوليكولاس سيميناليس في الكوليكولاس سيميناليس مع السيمينال فيزيكل مع السيمينال فيزيكل في الهورس والرومنان فتعمل إجاكولاتري داكتور بتفتح مستقلة يعني بص تعمل في الكوليكولاس سيميناليس في الاتنين بتفتح في الكوليكولاس سيميناليس بس يا مستقلة في الدوج والكامل الفيسيكولار جيلاند وتعمل في الهورس والرومناند الرومناند اللي هي الابقار والاغناد ده جدول بيلخص لك الجيلاند توجودها وحجم توجودها قد ايه وغيبة ولا لا وبتفتح الزعي ده كأنه مراجعة لكل الاجسيسوري جينيتا الجيلاند دي سلايدة اللي كاتبها زي السيمن ودي ابتو يوتي عرفها دي معلومات عامة عاوز تعرفها عرفها بتبين الصيز بتاع الاجاكلت حجم السيمن في القزفة بالكيوبك مليمتر مكعب وعدد السبير في السنتيمتر المكعب ومكان المكان اللي بتنزل فيه السبيرمز في الفيميل تمام؟ في الحيوانات المختلفة وان شاء الله يعني ارجو انكم تكونوا فيهم طول محاضرة وهو معلش التسجيل طول شوية عشان بس تدد الحاجة يعني جزء من حقه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر